السلام عليكم ورحمة الله اهلا بكم في فيديو جديد نهاردة ان شاء الله نشتغل مع بعض غرزة كروشي سهلة جدا جدا ومميزة كمان غرزة صيفي تنفع لبلوزات صيفي نعمل بيها اي مقاس احنا نحبه طبعا احنا هنشتغل البلوزة من فوق لتحت هنشتغلها من عند الرقبة بنشتغل في البداية سلسلة بمحيط دوران الرقبة وطبعا الوسع اللي احنا بنحبه بنبدأ نشتغل بيه السلسلة بتاعتنا بشرط ان يكون عدد السلاسل بتاعتنا من مضاعفات رقم اتناشر يعني نشتغل عدد من مضاعفات رقم اتناشر انا هنا جهزت السلسلة ده الخيط اللي اشتغل بيه ده خيط بس انا مخليها على فتلتين علشان يبقى باين في التصوير والابرة اللي معايا رقم تلاتة ونص مليمتر في البداية بنشتغل السلسلة من مضاعفات رقم اتناشر بس بشرط عدد السلاسل اللي انا عملتها انا هنا عملت عدد سلاسل مثلا اتنين وسبعين سلسلة طبعا انا بشتغل لنموذج مصغر اهي اشتغلت بدوران الرقبة اشتغلت اتنين وسبعين سلسلة بشرط لما نقسمهم على الاتناشر يدينا رقم زوجي ده اللي احنا عايزينه عدد من مضاعفات رقم اتناشر ولما نقسم عدد السلاسل اللي عندنا على اتناشر يدينا رقم زوجي وطبعا بنطبق الطريقة دي على عدد السلاسل اللي طلعناها طبعا انا بشتغل معاكم نموذج مصغر انا اشتغلت السلاسل بتاعتي زي ما قلتلكم انا اشتغلت هنا اتنين وسبعين سلسلة يعني قررت رقم اتناشر ست مرات ده هيديني ست مجموعات هنعرف برضو دلوقتي ازاي بفرد السلسلة كده علشان اقفلها واروح على اول سلسلة واقفل بغرزة منزلقة نتأكد كويس ان السلسلة بتاعتنا مفروضة ايدي السلسلة بتاعتي حابين بقى الرقبة تبقى مفتوحة زيادة عن اللزوم تبقى مقفولة فبنشتغل عدد سلاسل وسلسلة واحدة في نفس المكان اللي قفلت منه باشتغل غرزة حشو نلاحظو احنا عندنا اتنين وسبعين سلسلة هاشتغل عليهم اتنين وسبعين غرزة حشو انا بقول لكم ايا كان العدد اللي هتطلعوه من السلاسل واروح على كل سلسلة واشتغل غرزة حشو وهكمل بنفس الطريقة ابقى متأكدة قبل ما ابدأ طبعا ان السلسلة بتاعتي مفروضة كويس مش ملفوفة علشان الغرز تطلع مظبوطة هكمل غرز حشو خلص خلصت غرز الحشو على السلسلة بتاعتي قبل ما اطلع الدور الجديد او قبل ما ابدأ يعني الدور الاول اتأكد من عدد السلاسل اقفل في اول سلسلة بغرزة منزلقة كده نبدأ الدور الاول بنشتغل واحد اتنين تلاتة تلات سلاسل بعد تبيرهم عمود وسلسلتين هيبقوا فاصل انا كده ارتفعت خمس سلاسل في نفس المكان هاشتغل عمود انا هاشتغل الدور الاول غرزة في انا كده اشتغلت اول غرزة في عبارة عن عمود سلسلتين فاصل وعمود كل دول في نفس غرزة الحشو كده بدأنا اول في تلات سلاسل وبنفوت في غرزة الحشو واحد اتنين ونروح لغرزة الحشو التالتة غرزة الحشو التالتة ونشتغل فيها غرزة حشو ندخل تحت حرف الفي ونشتغل غرزة حشو اهو بالشكل ده كمان تلات سلاسل ونفوت في غرز الحشو اتنين وبنروح للغرزة التالتة ونشتغل غرزة حشو بالشكل ده وكمان تلات سلاسل بنكرر تاني واحد اتنين ونروح للغرزة التالتة ونشتغل كمان غرزة حشو قررنا غرزة الحشو تلات مرات اهو بالشكل ده وبنفوت غرزتين حشو ونشتغل تلات سلاسل ونرجع تاني نشتغل واحد اتنين تلاتة ونفوت غرزة الحشو واحد اتنين ونروح للتالتة ونشتغل غرزة في غرزة في عمود بلفة سلسلتين عمود بلف عمود سلسلتين وفي نفس الغرزة بنشتغل كمان عمود وبنفس الطريقة كده هنفضل نكرر انا اشتغلت دلوقتي اتنين في ما بينهم تلات غرز حشو وما ننساش طبعا الا السلاسل الفاصل كمان تلات سلاسل ونرجع تاني نكرر غرز الحشو واحد اتنين ونروح للتالتة نشتغل غرزة حشو واحد اتنين تلاتة ونرجع تاني نكرر ونشتغل غرزة حشو وكمان مرة اخيرة تلات سلاسل ونفوت غرزتين حشو ونروح للتالتة ونشتغل غرزة حشو وكمان تلات سلاسل ونشتغل غرزة الفي بعد ما بنفوت غرزتين الحشو انا سيبكو دلوقتي وهكمل الدور بنفس الطريقة الدور له سهل جدا اهو بالشكل ده هكمل وارجع لكم خلص انا خلصت الدور بتاعي ما ننساش اخر تلات سلاسل في الدور ولازم يتبقى عندي في النهاية غرزتين حشو علشان نتأكد ان الدور بتاعنا ماشي صح غرزتين حشو بس هما اللي اتبقوا معايا في النهاية علشان نقفل الدور فاكرين ارتفعنا خمس سلاسل بنروح لسل سلا رقم ثلاثة ونقفل بغرزة منزلقة اهو بالشكل ده كده خلصنا الدور الاول بنرتفع ثلاث سلاسل علشان الدور التاني اعتبرهم عمود مقابل للعمود اللي تحت ده او مقابل الثلاث سلاسل اللي تحته ونشتغل جوه ال V هنشتغل عمود بلفة اهي جوه ال V وكمان عمود بلفة وهنا هنشتغل ثلاث سلاسل وجوه ال V بنشتغل كمان ثلاثة اعمدة انا اعتبرت ان اول ثلاث سلاسل اللي ارتفعنا بهم عمود مع عمودين يبقى ثلاثة وكمان ثلاثة اعمدة انا هنا بشتغل صدفة دي العمود التالت هيبقى فوق العمود بتاع الفي وكمان تلت سلاسل وهنا غرز الحشو اللي اشتغلته وكونتلي فراغات هشتغل في الفراغ التاني والتالت مش هشتغل في الفراغات اللي هي جنب الا الصدفة وباشتغل غرزة حشو في الفراغ التاني وكمان واحد اتنين تلت سلاسل وبروح على الفراغ التالت واشتغل غرزة حشو انا مش باجي جنب الفراغين اللي موجود جنب الصدفة من الناحية دي ومن الناحية دي تلت سلاسل وعلى طول اروح على الفي فوق العمود على طول باشتغل عمود وجوه الفي زي ما عملت في البداية باشتغل عمود بلفة وكمان عمود بلفة وثلاث سلاسل فاصل واحد اتنين تلاتة وعمودين بلفة جوه الفي والعمود التالت هيبقى فوق العمود بتاع الفي اللي هو العمود ده بدخل تحت حرف الفي بالشكل ده وباشتغل العمود زي ما قلت لكم نموذج مصغر طلع لي ست مجموعات من الاستطفة اللي احنا شايفينها دي انا هجمل الدور بنفس الطريقة شغلنا في الفراغات في الفراغ التاني والتالت واحد اتنين تلاتة تلات سلاسل فاصل وادي الفراغ التاني والتالت باشتغل غرزة حشو وكمان تلات سلاسل وفي الفراغ التالت باشتغل غرزة حشو وكمان تلات سلاسل وبتجاهل الفراغ اللي جنب الصدفة وبروح على طول على الفي هنشتغل عليها صدفة هادي عمود وجوه الفي بنشتغل عمودين تلات سلاسل عمودين ونرجع تاني نشتغل العمود التالت فوق العمود بتاع الفي هادي مجموعة الصدفات اللي انا اشتغلتها اشتغلت تلاتة خلاص كملت الدور طبعا على حسب العدد السلاسل اللي هتشتغلوها هيطلع لكم مجموعات طبعا اكتر من ديب كتير لان انا بشتغل كتعة صغيرة بوصل لكم بيها الطريقة بتاعت الغرزة نجي بقى نقفل الدور خلاص انا اشتغلت اخر غرزة حشو في الفراغ هنشتغل واحد اتنين تلاتة ونقفل الدور بتاعنا في اول تلات سلاسل انا ارتفعت بيهم واعتبرتهم عمود واحد اتنين تلاتة وندخل ونشتغل جرزة منزلقة ياريت ما ننساش السلاسل الفاصل ما بين كل مجموعة والتانية الدور الجديد واحد اتنين تلاتة ده الدور التالت اتبرتهم عمود خلاص مقابل العمود اللي تحت وأشتغل فوق كل عمود عمود انا هنا عندي تلاتة عمدة هادي العمود التاني وهادي العمود التالت وجوه الفراغ بشتغل عمودين واحد واحد اتنين لاحظوا ان دايما الاعمدة هتزيد معنا بشكل فرطي الاعمدة هيبقى عددها فرطي كان عندي تلاتة هيبقوا خمسة في كل جانب وتلات سلاسل فاصل وكمان عمودين واحد اتنين ونرجع تاني نشتغل فوق كل عمود عمود تلاتة هيبقوا خمس اعمدة نشتغل فوق التلاتة اعمدة تلاتة اعمدة وجوه الفراغ طبعا الاعمدة بتزيد معنا ولازم تكون زيادة الاعمدة بشكل فردي او بالشكل ده خلصنا شغل المجموعة بتاعتنا دلوقتي بقى عندي فراغ واحد بس اهو في المنتصف لان انا مش بشتغل في الفراغات اللي جنب المجموعات او الصادفات من الناحيتين اهو تلات سلاسل وبروح على الفراغ واشتغل جرزة الحشو وكمان تلات سلاسل وبروح على المجموعة على طول اقرر نفس اللي عملته في المجموعة الاولى فوق كل عمود بشتغل عمود اه دي التلاتة اعمدة هاشتغل فوقهم تلاتة اعمدة العمود التاني والعمود التالت وفي الفراغ بنشتغل عمودين تلات سلاسل عمودين وتلات سلاسل فاصل والعمودين ونشتغل فوق تلات اعمدة نشتغل تلات اعمدة هيبقى عندي في كل جانب خمس اعمدة اكمل شغل على الاعمدة دي نخلي بالنهاية الغرزة دي بتعتمد على التكرار بس بنغير في الارقام بتاعتنا يعني مثلا دلوقتي احنا بنشتغل تلات سلاسل فاصل زي ما انتم شايفين ونروح جوة الفراغ اللي عندنا ونشتغل غرزة حشو وكمان تلات سلاسل وعلى طول نروح على المجموعة بتاعتنا نكرر نفس الخطوات شايفين التزايد بتاعنا بيبقى عامل ازاي طبعا عشان يدي اتساع للبلوزة ويدي الفراغات خلص انا خلصت الدور بتاعي ما ننساش في النهاية بنشتغل تلات سلاسل شايفين القطعة نزلة على آآ واسع ازاي وطبعا لسه يبقى فيه تزايد تاني نقفل الدور بتاعنا ونشوف التزايد الجديد طبعا مش هشتغل في الفراغ الاعمدة اللي عندي هنا خمس اعمدة بعد ما هشتغل فوق كل عمود عمود ونرجع نشتغل جوه الفراغ الاعمدة اللي عندي هيبقوا سبع اعمد انا اشتغلت كده خمسة واتنين جوه الفراغ وثلاث سلاسل ونرجع تاني نشتغل عمودين برضو جوه الفراغ هادي العمود التاني ونكرر تاني نشتغل فوق كل عمود عمود خلاص هلصت شغل اشتغلت كده سبع اعمدة في كل جانب المجموعة بتاعتي كبرت ما عنديش فراغات اشتغل فيها لان دول الفراغات بتاعة المجموعات او الصدفات اللي عندي فعلى طول بشتغل سلسلة واحدة وبروح على طول على المجموعة اللي بعدها او الصدفة اللي بعدها ونشتغل اول عمود عندنا وهكذا بنشتغل فوق كل عمود عمود انتفقنا كان عندنا خمس اعمدة هيبقوا سبع اعمدة في كل جانب وسلسلة واحدة بس فاصل ونروح على المجموعة اللي بعدها ويدي الفراغات اللي عندنا انا هكمل المجموعة دي وهكمل الدور كده بنفس الطريقة وهرجع لكم نقفل الدور مع بعض خلص انا خلصت الدور بتاعي نقفل الدور بننساش بنشتغل سلسلة واحدة بس بين كل مجموعة والتانية وبنقفل في اول ثلاث سلاسل ارتفعنا بيهم واعتبرتهم عمود بروح على السلسلة التالتة وبقفل بغرزة منزلقة الدور الجديد بقى هيبقى مختلف انا هشتغل غرز منزلقة على كل الاعمدة اللي عندي لان انا كده ما بقاش عندي فراغات انا خلصتها خلاص في الدور اللي فات عايز اكون فراغات جديدة او بمشي على كل الاعمدة اللي عندي السبع اعمدة وباشتغل غرزة منزلقة لحد ما بوصل للفراغ ايدي غرزة منزلقة وايدي الفراغ هدخل برضو وهشتغل فيه غرزة منزلقة علشان ابدأ اشتغل من الفراغ ده بارتفاع ثلاث سلاسل وباعتبرهم عمود ومع الثلاث سلاسل في نفس الفراغ باشتغل كمان عمودين واحد اتنين وتلات سلاسل فاصل كده عندي تلات عمدة واحد اتنين تلاتة انا ببدأ اشتغل كده صدفة جديدة في نفس الفراغ علشان طبعا اقرر نفس الخطوات بس هقررها بتزايد ودي العمود التالت خلاص كده خلصت اول صدفة عندي نركز بقى انا كنت ليه بقولكو تزايد العمدة يكون تزايد فردي انا دلوقتي الاعمدة اللي عندي سبع اعمدة في كل جانب هاجي على العمود تشتغل بس واحد اتنين تلاتة اربعة شايفين احنا زودنا في عدد السلاسل بروح على العمود رقم اربعة اللي هو في منتصف الاعمدة يكون قبله تلات اعمدة وبعده تلات اعمدة اعد الاعمدة اللي عندي واحد اتنين تلاتة اربعة العمود الرابع ده هو اللي هشتغل فيه غرزة حشو انا عايز اكون فراغات جديدة اشتغل فيها اهي غرزة حشو ونرجع تاني نكرر ادي الاعمدة واحد اتنين تلاتة اربعة ونروح على طول فوق السلسلة اللي كنا اشتغلناها بين المجموعتين اللي هيا دي كونتلي الفراغ الصغير ده باشتغل فيه غرزة حشو ونكرر تاني واحد اتنين تلاتة اربعة ونرجع تاني للعمود رقم اربعة من السبع اعمدة اللي عندي ادي العمود رقم اربعة وباشتغل غرزة حشو ونكرر تاني لاربع سلاسل واحد اتنين تلاتة اربعة وعلى طول نروح جوه الفراغ واشتغل الصدفة مكونة من تلات اعمدة تلات سلاسل تلات اعمدة ادي العمود التالت وتلات سلاسل وكمان تلات اعمدة في نفس الفراغ بمنتهى البساطة الغرزة سهلة جدا جدا وبتدي نتيجة جميلة في النهاية ونرجع تاني طبعا نشتغل اربعة سلاسل ونروح على العمود رقم اربعة اللي هو العمود اللي في المنتصف ونشتغل جرزة الحشو ونكرر تاني الاربع سلاسل ونروح على الفراغ اللي عملناه من السلسلة الواحدة بين المجموعتين ونشتغل جرزة حشو ونكرر بنفس الطريقة لحد ما بوصل للفراغ بتاعي الصدفة واشتغل فيه تلات اعمدة تلات سلاسل تلات اعمدة وبس كده بيمشي معنا الدور بنفس الطريقة انا هكمل الدور بنفس الطريقة كده شايفين بقى الفراغات اللي احنا كوناها احنا دلوقتي كونا طبعا مش هنشتغل في الفراغات اللي جنب الصدفة احنا هنشتغل في الفراغين دول بس وكل دور هيمشي معنا بالطريقة دي مش بنشتغل في الفراغات اللي جانب الصدفة من الناحيتين هكمل الدور بتاعي بنفس الطريقة كده ويادي الاتساع اللي بتاخده الغرزة بتاعتنا كل ما منزود في الادوار هكمل وارجعلك خلاص انا خلصت الدور بتاعي وصلت للغرز بتاعت المنزلقة اللي كنا اشتغلناها في البداية طبعا بشتغل اربع سلاسل وبروح برضو نفس الطريقة بروح على العمود رقم اربعة دي السلاسل بينة من هنا وبدخل تحت حرف الفي في العمود رقم اربعة وبشتغل غرزة حشو ما ننساش اربع سلاسل قبل ما نقفل الدور وعلى طول اول تلت سلاسل ارتفعنا بيهم واعتبرناهم عمود بروح على سلسلة رقم تلاتة اي سلسلة رقم تلاتة واحد اتنين تلاتة وبقفل بغرزة منزلقة وبكده يبقى خلصنا الدور بتاعنا ونبدأ الدور الجديد بنرتفع تلات سلاسل اعتبرناهم عمود وبنشتغل بنكرر نفس الطريقة فوق كل عمود بنشتغل عمود لو تلاحظوا احنا بنكرر الادوار بتاعتنا اشتغلت التلاتة اعمدة فوق التلاتة اعمدة وجوه الفراغ بشتغل اعمودين تلات سلاسل وكمان عمودين جوه الفراغ كده الاعمدة كانوا عندي في كل جانب تلات اعمدة بطريقة الشغل دي هيبقوا خمس اعمدة في كل جانب وادي العمود التاني بنشتغل فوقه عمود والعمود التالت بنشتغل فوقه عمود الفراغ اللي جانب الصدفة مش بشتغل فيه شايفين انا عندي فراغين التاني والتالت هما دول اللي هشتغل فيهم بس بنشتغل اربع سلاسل انا قلتلكو هنكرر الادوار باختلاف عدد السلاسل هنغير فيه وكمان اربع سلاسل وفي الفراغ التالت نشتغل برضو جرسة حشو وكمان اربع سلاسل الفراغ ده مش بنشتغل فيه بنروح على طول على الاعمدة بتاعت الصدفة ونشتغل فوق كل عمود عمود هادي العمود الاول وسريعا بنكرر نفس الطريقة فوق كل عمود بنشتغل عمود نعم بالشكل ده ونرجع تاني اربع سلاسل وعندي الفراغ التاني والتالت بنشتغل فيهم في الفراغ التاني بنشتغل لغرزة حشو واربع سلاسل ونروح على الفراغ اللي بعده ونشتغل غرزة حشو هادي كمان اربع سلاسل وبكرر بنفس الطريقة اروح على الاعمدة واشتغل هادي شكل الورزة بتاعتنا بتدينا نكون مجموعة صدفات جديدة غيرنا في عدد السلاسل كانوا تلت سلاسل فواصل خلناهم اربعة هكمل الدور وارجع لكم خلاص خلصت الدور اشتغلت طبعا اربع سلاسل قبل ما اقفله اشتغلت اهيل اربع سلاسل واشتغلت غرزة الحشو في الفراغ التالت بقفل في اول تلت سلاسل اروح على السلسلة التالتة واشتغل غرزة منزلقة كده قفلنا الدور طبعا بقى واضح الدور ده هنشتغله ازاي بنرتفع تلت سلاسل ونرجع تاني نكرر الخطوات بتاعتنا فوق كل عمود بنشتغل عمود اهو خلصت الصادفة كلها اشتغلت فوق كل عمود عمود الاعمدة بقت عندي سبع اعمدة في كل جانب وجوه الفاصل عمودين تلت سلاسل عمودين ارجع تاني كده بقى عندي فراغ واحد مش بشتغل في الفراغين دول انا بشتغل في الفراغ ده اربع سلاسل وعلى طول بنروح على الفراغ ونشتغل ورزة حشو وتجاهل الفراغ اللي بعده اللي هو قبل الصادفة اشتغل بس اربع سلاسل وارجع تاني اكرر شغل الاعمدة بنرجع تاني نعمل التزايد بتاع الاعمدة اهو الشكل ده كده انا ما بقاش عندي فراغات اشتغل فيها لان انا عندي بس الفراغين اللي هما جنب المجموعات او الصادفات ودول انا مش بشتغل فيهم هكمل الدور بنفس الطريقة لاحظوا كل دور بنشتغله بيدي معايا التزايد للغرزة ايه دي شكل الغرزة شايفين الاتزايد اللي بتاخده انا هكمل الدور وهرجع لكم وخلاص خلصت الدور بداي اشتغلت طبعا اربع سلاسل قبل ما اقفل الدور ياريت ما ننساش السلاسل الفاصل خالص بنروح لسلسلة رقم تلاتة وبنقفل بقرزة منزلقة نشتغل الدور الجديد بنرتفع تلات سلاسل عندي هنا سبع اعمدة باشتغل فوق كل عمود عمود خلاص اشتغلت فوق الاعمدة اللي عندي وجوه الفراغ بروح اشتغل عمودين وثلاث سلاسل وكمان عمودين الاعمدة عندي هتبقى في كل جانب تسعة اعمدة واشتغل فوق الاعمدة اللي ستبع دول خلاص اشتغلت المجموعة خلصتها تسعة اعمدة في كل جانب او شايفين بقى الجزء ده خلاص الفراغات دي انا مش باشتغل فيها باشتغل سلسلة واحدة بس وروح على طول على المجموعة اللي بعدها وعلى طول باشتغل شغل الاعمدة ايدي او العمود ونروح على العمود التاني نشتغل فوق عمود وهكذا نمشي بنفس الطريقة عندي سبع اعمدة في كل جانب هيبقوه تسعة اعمدة في الدور ده ايدي شكل المجموعة شايفين شكل التزايد عندنا انا هسيبكو دلوقتي واكمل الدور ده بنفس الطريقة شايفين بقى شكل الفراغات بيبقى اعمل ازاي انا بكرر في الادوار بداية من اول دور كان عندي علشان اكون الفراغات بعمل تلات سلاسل وفي المجموعة التانية اللي هي المجموعة اللي فوق شايفين دي المجموعة الاولى وقفت عند سبع اعمدة واشتغلت في العمود اللي في المنتصف رقم اربعة لما هيجي هكرر مجموعة كمان بقى عندي هنا تسعة اعمدة لما هيجي هشتغل الدور الجديد سلاسل الفاصل هتبقى خمس سلاسل وهشتغل في العمود رقم خمس اهو بالشكل ده وبكمل شغل عادي بنفس الطريقة هو ده الاختلاف في الادوار اللي جاية لما نحب نرتفع بالادوار بتاعتنا بنكرر الوحدات اللي هي رقم اتنين او المجموعة رقم اتنين انا هكمل الدور كده سريعا وهرجع لكو علشان نكون منطقة الاكمام او نقفل الجزء اللي تحت الابط خلص انا خلصت الدور او بالشكل ده قفلت بغرزة منزلقة سلسلة واحدة ما بين كل مجموعة والتانية لما نيجي بقى نقفل الجزء اللي تحت الابط طبعا انا لما هي اشتغل البلوزة بيبقى عندي كذا مجموعة بيبقى عندي مجموعات كتير وبالنسبالي علشان اقفل الجزء بتاع الاكمام او تحت الابط اه هكرر زي ما قلتلكم المجموعة رقم اتنين اللي هي المجموعة دي ممكن اقررها كمان مرتين او تلاتة على حسب المقاس هي دي المجموعات اللي على اساسها المجموعات دي بحدد منطقة الاكمام عايز اخد منها مثلا عدد فردي او اخد مجموعتين واقفل الجزء ده تحت الابط او بيقى مثلا بالشكل ده وطبعا بيبقى فيه سلسلة من الجزء ده او من هنا لحد الجزء التاني بيبقى فيه سلسلة بنشتغل عليها مجموعة جديدة علشان بس نعمل حسابنا في المياه انا هشتغلها معاكو دلوقتي طيب لو حابين ناخد عدد فردي من المجموعات لمنطقة الاكمام يعني مثلا ناخد تلات مجموعات زي ما المقاس اللي احنا عايزينه يحتاج هناخد عدد من الوحدات سواء عدد فردي او زوجي هنا خدت تلات وحدات بس برضو بشتغل من الجزء ده اللي كنا قفلنا فيه بسلسلة واحدة شايفين الجزء ده الفراغ برضو بنشتغل سلسلة من الجزء ده للجزء ده وبنشتغل عليها وحدة جديدة يعني احنا مش متقايدين بعدد الوحدات اللي هناخدها لمنطقة الاكمام خالص زي ما المقاس اللي احنا عايزينه يحتاجه وبنقسم طبعا لمنطقة الاكمام وبنحدد الاجزاء اللي هناخدها الوحدات اللي هناخدها انا هشتغل معاكو مسلا هفوت الوحدة دي بس لمنطقة الاكمام كمسال يعني نشتغل عليه وهشتغل من الجزء ده للجزء ده السلسلة اللي هنشتغل عليها المجموعة الجديدة وطبعا الناحية التانية هحدد برضو وحدة واحدة. اخليها لمنطقة الاكمام. تعالوا بقى نكمل شغل. انا وقفت الحد هنا اشتغلت غرزة منزلقة. اقفلت بيها المجموعة. عندي هنا تسع اعمدة. هشتغل غرز منزلقة على التسع اعمدة لحد ما هوصل للفراغ. اي دي اول غرزة منزلقة. همشي على كل الاعمدة اللي عندي لحد ما هوصل للفراغ. خلاص خلصت غرزة المنزلقة على الاعمدة. انا عايزة ابدأ اشتغل من الفراغ ده. باشتغل غرزة منزلقة في الفراغ. وببتدي ارتفع تلت سلاسل باعتبرهم عمود. وكمان عمودين. انا كده بشتغل صدفة جديدة بكون مجموعات جديدة. واحد اتنين تلاتة تلت سلاسل ونرجع تاني كمان تلت اعمدة في نفس الفراغ. او الشكل ده. كونا اول صدفة. ادي التسعة عمدة تانيين بنشتغل خمس تلاسل تلاتة اربعة خمسة. ونروح على العمود رقم خمسة. ونشتغل غرزة الحشو. لان احنا طبعا بنكون فراغات جديدة. هو تكرار طبعا للمجموعة اللي تحتها على طول. زي ما اتفقنا نفس المجموعة بنكرر هكذا مرة لحد ما نوصل للجزء اللي عايزين نقفل فيه منطقة الاكمام او تحت الابط. هاي دي خمس سلاسل ونروح على الفراغ. ونشتغل غرزة حشو. ونكرر بنفس الطريقة زي ما عملنا في المجموعة اللي قبلها. خمس سلاسل فاصل. وبنكون صدفات جديدة تلت اعمدة تلت سلاسل تلت اعمدة. دلوقتي هنقف لحد هنا. ونكمل آآ طبعا احنا قلنا هنسيب واحدة واحدة بس او مجموعة واحدة لمنطقة الاكمام او تحت الابط. اهو الشكل ده. فانا واقفة عند المجموعة دي. هبتدي اشكل الجزء اللي تحت الابط. هفوض المجموعة دي. طبعا على حسب انتو هتفوتوا كزا مجموعة. لكن بنوصل للجزء التاني اللي هو الفراغ اللي كان فيه سلسلة. انا عايزة اوصل لي. اهو شايفين? بتفوتوا العدد اللي انتو عايزينه من المجموعة على حسب عايزين آآ الجزء بتاع فتحة الابط يبقى قد ايه? ومن هنا بنبدأ نشتغل برتفع تلات سلاسل. واحد اتنين تلاتة. انا واقفة دلوقتي عند الفراغ. شايفين آآ غرزة الحشو اللي اشتغلتها. بدخل في الحلقات بتاعتها بالشكل ده. وباشتغل عمود بلفة. انا عايزة اكون فراغات جديدة. اي دي اول فراغ انا كونته. واحد اتنين تلاتة. ونرجع تاني. في الجزء اللي قفلت فيه اهو شايفين? بدخل تحت الحلقات دي. وباشتغل عمود بلفة. وكده بقى كونت الفراغ رقم اتنين. انا محتاج اشتغل خمس فراغات بالشكل ده. اي دي الفراغ اللي انا كونته. واحد اتنين تلاتة كمان تلات سلاسل شايفين? تحت الحلقتين دول اللي قفلت فيهم العمود اللي فات. باشتغل عمود بلفة. وادي الفراغ رقم تلاتة باشتغل كمان فراغين بنفس الطريقة علشان اكون خمس فراغات. اي دي الفراغات. اشتغلت خلاص الخمس فراغات. دي الفراغات اللي هشتغل عليها الدور اللي جاي. اروح على طول زي ما اتفقنا. انا هنا هفوت واحدة واحدة واروح على طول على الفراغ اللي كان فيه سلسلة. وباشتغل غرزة حشو. وهكمل شغل عادي. يعني على التساق عمدة باشتغل الاول خمس سلاسل. واروح للعمود رقم خمسة. واشتغل غرزة حشو. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. اهو اشتغل غرزة حشو. وكمان خمس سلاسل. وبروح على طول على الفراغ واشتغل صادفة. انا لسه ببدأ الصادفة الجديدة. تلات اعمدة تلات سلاسل تلات اعمدة. هكمل الصادفة بتاعتي. خلص خلصت الصادفة تلات اعمدة تلات سلاسل تلات اعمدة. وبكمل بنفس الطريقة خمس سلاسل. وعلى طول بروح للفراغ واشتغل غرزة حشو. اهو بالشكل ده. وهكمل بقى بنفس الطريقة. ادي التسعة اعمدة بروح على العمود رقم خمسة. واشتغل غرزة حشو. وطبعا باشتغل لي خمس سلاسل. ادي الجزء بتاعة تحت الابط. حددناه فاضل الناحية التانية. طبعا احنا بنحدد الوحدات بتاعتنا اللي هنخليها للاكمام الاول وبعد كده على طول بنشتغل عشان ما نطلق بطش. وبكمل شغل بنفس الطريقة كده. خلاص اروح على الفراغ واشتغل غرزة الحشو. وتلات سلاسل علشان نشتغل آآ فتحة الكمة التانية. وبندخل في غرزة الحشو ونشتغل عمود بلفة. زي ما اتفقنا احنا عايزين خمس فراغات. انا كده اشتغلت الفراغ الاول. كمان تلات سلاسل. ومكان ما اقفلت العمود اللي فات بدخل تحت الحلقتين بالشكل ده. وباشتغل عمود بلفة. هكملهم خمس فراغات وهرجع لكم. خلاص اشتغلت الخمس فراغات بالشكل ده. نخلي الفراغات طبعا آآ تبقى معدولة مش ملفوفة. ونعدي الواحدة اللي هنفوتها للأكمام. ونروح على طول على الفراغ اللي كان فيه سلسلة واحدة. ونشتغل غرزة حشو. ونكمل شغل بنفس الطريقة. خمس سلاسل ونروح على العمود رقم خمسة ونشتغل غرزة حشو. وهكمل الدور بنفس الطريقة. هكمل وارجع لكم نقفلوا مع بعض. خلاص انا كملت الدور اشتغلت خمس سلاسل. ادي غرز المنزلقة اللي اشتغلناها في بداية الدور ده. بروح على العمود رقم خمسة. وبدخل تحت حرف الفي اهو من الجزء ده. وباشتغل غرزة حشو. وكمان خمس سلاسل علشان نقفل الدور. اهو بالشكل ده سلسلة رقم تلاتة هندخل ونشتغل غرزة منزلقة. شايفين الدور ماشي عادي معنا جدا زي ما كنا بنشتغل في البداية. يعني فوق الثلاثة اعمدة دول هنشتغل خمس اعمدة. هيبقى عندنا خمس اعمدة في كل جانب. خلاص خلصتهم. باشتغل الصادفة العادية. نتأكد طبعا من عدد الفراغات كويس. نتأكد ان احنا عملنا خمس فراغات. هرتفع خمس سلاسل. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. بفوت الفراغ ده. وبروح على الفراغ اللي بعده وباشتغل غرزة حشو. بارتفع كمان خمس سلاسل. وبروح على اول فراغ من الفراغات الخمسة هشتغل فيه غرزة حشو. ادي اول فراغ. بنشتغل غرزة حشو. انا عندي خمس فراغات كده اشتغلت في الفراغ الاول. خمس سلاسل وهفوت الفراغ التاني. ادي الفراغ التاني هنفوته. وهنروح على طول على الفراغ التالت. وهنشتغل خمس اعمدة. تلات سلاسل خمس اعمدة. زي بالزبط الصادفة اللي قبلها على طول بالشكل ده. خلاص اشتغلت خمس اعمدة تلات سلاسل خمس اعمدة. في الفراغ رقم تلاتة. باشتغل كمان خمس سلاسل. انا دلوقتي بعمل فراغات جديدة. الدور ده مهمة جدا. واروح على الفراغ رقم خمسة. وباشتغل غرزة حشو. وكمان خمس سلاسل والفراغ اللي بعده على طول. باشتغل فيه غرزة حشو. طبعا الفراغ اللي جنب الصادفة بنفوته. ادي الشكل عندنا. الفراغات اللي احنا عملناها. خمس سلاسل. هنفوت الفراغ ده ونروح على طول على الصادفة. ونكمل شغل بنفس الطريقة فوق التلات اعمدة بنشتغل خمس اعمدة. وهيبقى عندنا خمس اعمدة في كل جانب وبينهم تلات سلاسل. بنشتغل بقى بالطريقة العادية جدا. عندنا اربع فراغات زي ما كان عندنا وبنشتغل في الفراغ رقم اتنين وتلاتة اللي هما دول. مش بنشتغل في الفراغات اللي جنب الصادفة من الناحيتين. هكمل بنفس الطريقة لحد ما اوصل لفتحة الابط التانية. واشتغل على الفراغات بتاعتها. خلاص اشتغلت الشغل بتاع الاعمدة. والفراغات اتكونت. اشتغل طبعا بعد الصادفة خمس سلاسل فاصل وهفوت الفراغ اللي بعد الصادفة واروح على الفراغ اللي بعده واشتغل غرزة حشو. وكمان خمس سلاسل. وعلى طول الفراغ اللي بعده على طول اللي هو اول فراغ من الخمس فراغات. باشتغل غرزة حشو. وخمس سلاسل. وهنفوت فراغ وهنروح على الفراغ رقم تلاتة. ونكرر نفس اللي عملناه في الفراغ الرقم تلاتة في الخمسة اللي فاته. خمس اعمدة ثلاث سلاسل خمس اعمدة. ونفوت الفراغ اللي بعدهم. ونشتغل خمس سلاسل. ونروح على الفراغ رقم خمسة. ونشتغل غرزة حشو. وكمان خمس سلاسل. وعلى الفراغ اللي بعده على طول نشتغل غرزة حشو. وخمس سلاسل. ونفوت الفراغ اللي جنب الصدفة مش بنشتغل فيه وعلى طول نروح على الصدفة ونكرر نفس الدور بتاعنا. لحد ما بنوصل لبداية الدور. اي دي بداية الدور. هنقفل طبعا بغرزة منزلقة في اول ثلاث سلاسل ارتفعنا بيهم. خلاص انا خلصت الدور وقفلت بغرزة منزلقة. شايفين بقى الفراغات? الدور ده انا اشتغلته وهيبقى عندي فراغ واحد في المنتصف. ادي الفراغين مش بشتغل فيهم هو ده الفراغ اللي بشتغل فيه. يعني احنا ماشيين بنفس الطريقة ما فيش اي لخبطة. هيدي الفراغ. وبعد طبعا ما هنخلص المجموعة هنرجع نعمل مجموعة تانية. بس المهمة في الخطوة دي ان احنا اسسنا الدور اللي بنشتغل بعده بعد ما بنكون الاجزاء بتاعة الاكمام. اهي بنكون الجزء بتاع فتحة القبط وبعد كده الشغل بيبقى عادي جدا. اهو الشكل ده كونا مجموعتين في الجانبين اللي هما المجموعتين دول هنشتغل عليهم بشكل عادي مع بقية المجموعات. لحد ما نوصل للطول اللي احنا عايزينه للبلوزة او الفستان. بطريقة سهلة جدا. اهو بالشكل ده. طبعا المجموعات هتبقى العدد اكتر من كده بكتير معاكم. الطريقة سهلة ان شاء الله تجربوها. وبعد ما بتخلصوا طبعا ونوصل للطول اللي احنا عايزينه. احنا طبعا ممكن نحتاج للمقاس الحريمي. لو هنعمل الموديل ده بلوزة. هنحتاج خمس شلات خط قطن. لو هتستخدمه خط ايليس ديفا. خمس شلات تقريبا هنحتاجها. لحد ما بنوصل للطول اللي احنا عايزينه. ودي شكل الغرز هي الفكرة بس في الاعمدة. نفضل نعد طول ما احنا شغالين. لحد ما بنوصل لتسع اعمدة في كل جانب. ونبدأ على طول نكرر المجموعات بتاعي. والجزء التالي الرقبة طبعا بعد ما نخلص نقدر نمشي عليه كزا دور تاني من غرز الحشو. او نمشي عليه بغرز حشو وفراغات. يعني غرزة حشو وفراغ غرزة حشو وفراغ. ده غير كمان ان احنا نقدر في النهاية لو حسينا ان الجزء بتاع الرقبة ده مفتوح زيادة عن اللزوم. نقدر نضيقه عن طريق غرز الحشو والتناقص. برضو هيدي النتيجة كويسة. غرزة سهلة يارب بتكون عجبتكم. وبكده يبقى خلص الفيديو بتاعنا. والحد ما نتقابل في فيديو جديد. هسيبكم في رعاية الله.